اه 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 كلها الأكل هات بده يخلص عم تفهمي وليه؟ اه لا تضرب ايا يا خانم مشان الولد اللي بطنه ما بدي اياه له الولد بدي اياه يموت ما رح اكل شي لحظ يموت ما رح اكل لا حبيبتي لا تحكي هيك خلص زهرة روقي اه زهرة زهرة طلب الدكتور لحون بسرعة بنتي زهرة 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 قلت له انا بشتغل من زمان وحابة اني ارجع اشتغل متل الاول بس ما وفق ابنه يقبر قلبي الاغا ما له حابة بتعبني ابدا بغار علي كتير وانا مبسوطة يعني حلو الزلمة انه يكون غيور بالعكس عزت ما بغار على ملك ابدا المسكين مبارح وقفوا الوجال عن بيته وصاروا يضايقوها وهو ما سأل عليها بالمرة بس كمان لو مو عامل شي ما بيضايقوها هالبنت مالة سهلة هي بتكون عطيتهم ريء حلو ألف مبروك ليلى يسلموا ومنشوفك عروس ان شاء الله انتي هلا قصرتي مرت عدنان اغا وبتكوني كنت عيلة كيرمان ولهيك لازم تكوني قد هالمكان وما تحكي عالعالم ليلي بتحبي يجي حدا ويحكي عليك شي؟ كل اللي حكيته ليلى من شوي عن ملك ابدا ما له صحيح وبتمنى منكن انه ما تصدقوها لانه كله كذبوا افترق انت رح تطلع هالدكتورة بقى تفضل زهرة عم تمر بأزمة اكتئاب قوية ولانه حامل ما قدرت اوصف لأدوية انتوا لازم تهتموا فيها بهالفترة وكمان تعملوا اي شي بديها عطوها الحنان وحسسوها بالامان دائما واذا ضلت مستمرة بهالحالة خبروني فورا الله يسلم ايديكي ووافعك يا دكتورة فاطمة قولي لرزتم انه يهتم بالدكتورة امرك لورين خانم بالإذن منكم مرت عمي زهرة وضعة ممليحة بنوب وانا خايفة انها تأذيها الولد واما بس يلي بتقدر تطلع من هالحالة بترجاك يخلينا نجيب ملك تهتم فيها اذا بتقوم لقيامة مستحيل انه اسمح لهدي كل مرة تخطي خطوة بقلب بيتي ما بقى بدي اسمع باسمه هون ام تفهمي ولا لا اه وينك يا عزات ليش تركني لحالي هون انا شو بدي اعمل بدونك قليلا قليلا مالك هادأنا لساتني بالعراق شو صار معكون؟ لسه مصار شي معنا ما قدرت تدبير المصاري وزهرة لهلأ لساته محبوسة بالأصر سكر التليفون مين هات؟ شو بده منك؟ هذا موظف وعم يساعدني أنا عندي شوية تشغل هون لا تخافي ما رح أتأخر كتير رح حاول خلص بسرعة وارجع رح أرجع لعندك ورح رجع لك زهرة كمان أمي أمي لا تتركيني لحالي مسكينة هالبنت من دون أمه ما رح تتحسن أبداً موسيقى موسيقى مسكينة هالبنت من دون أمه ما نحن ويصنوا ويجي حتى المحام يوصل قبله وشو المشكلة؟ انت معنك مصدقني لهلأ انه ما دخلني بشغلة المخدرات؟ انا لازم اطلع من هون بأسرع وقت ممكن ولا اللي اعمل هالعامل الوسخة هاي لو بيكلفني شو ما كان قرار المحكمة علي كيرمان عبد القادر سالم منصور حق فردي عزة كيرمان الأشخاصي اللي قريت أسماؤون أصدرت المحكمة بحقون قرار الاعدام شنقن لك انا مالي زن بصدقوني ما بصير تحكموا علي بالاعدام حرام عليكن لك اتركني انا ما بدي موت مالي زهرة مانا منيحة أبداً وما عم تحط ولا لقمة بتمع مالي زهرة مانا منيحة أبداً وما عم تحط ولا لقمة بتمع حكينا محسة لورين مشانك بس حلفت يمين انه ما رح تسمح لك تدخلي انا وزو مرت خانهم اتفقنا انه ندخلك حل قصر بسر مشان تشوفي زهرة وتطمني عليها وترتاحي لك خلاص تركني عمقلك بدي اتصل بأهلي ما فيك تاخدني بها الطريقة خلاص الخاص يلا اطلع لك ترك لك يا علي اشتركوا في القناة فاطمة خانهم مين هاي؟ هاي الداية اجت مشان زهرة ستة لورين هي اللي بعتت وراها طيب من عيلة حضرتك؟ انت بتعرفوا لأشرف مو هيك؟ اللي كان ساكن عنا بالحارة هاي بتكون مرت أخو فاطمة خانهم ليش المرة ما بتحكي ولا كلمة؟ ايه؟ شو دخلك انت اذا حكيت ولا لا؟ خليك بشغلك روح يلا شو ما قعد نسترجي نحكي مع حدا؟ يلا عشغلك زهرة زهرة حبيبتي امي شو اللي صاير معك يا عمري؟ حكيلي انا جنبك